فعلا ما تخافش على أهلي طول ما فيه هذا الإخلاص لهذا النادر العظيم وطول ما اللي حواليه محبيه لهذا القدر وعندهم استعداد لهذا التفاني في النفس السياق دا الحقيقة استوقفني من الظهر النهاردة الزميل أو الأستاذ نادر شاوي أستاذ نادر شاوي وكيل لعبين هو وكيل محمود حسن تريزيجية تريزيجية ما تكلمش وما تجرش وما قالش حاجة خالص تريزيجية اللي هتستمتعوا به بعد حلقة النهاردة مع الزميل الكابتن إسلام الشاطر في البيت الكبير هتشوفوا حاجة جميلة جدا تسعد كل الأهلوية على نموذج رائع في الانتماء والحب للنادي الأهلي نادر شاوي قال ليه على تويتر قال أعدت تفاوض مع الناس بتاع 15 يوم ووصلنا الرقم كويس فاللعب كلمني وقال لي أنت مش عملت شغلك ومبسوط قلت له آه ليه قال لي أنا عم نادر مش هاخد ولا جنيه من قناة النادي الأهلي اللي خيره علي وعمل اسمي ومتنازل عن المقابل المادي كله ونادر شاوي بيقول ديش هادة حق عشان تشوفوا اسلام الشاطر لما هيستضيف تريزيجية وحتشوفوا حب تريزيجية للنادي الأهلي إحساسه وانتمعه وغيرته على الأهلي وفرحته بالأهلي مش منفرار ودايما وأبدا بالضد تعرف الأشياء لما بنلوم نمازج عندها منسوب ضئيل قوي من التأدير والأصل والتأدير لازم أن نبص بعين الاعتبار والتأدير للنمازج الإيجابية اللي فعلا بتقدم الأهلي على كل اعتبار ودي عند ناس كتيرة جدا وأعتقد ياريت الحلقة النهاردة الوقت يسمع عشان تشوفوا أكرم توفيق قد إيه ضحى عشان ييجي النادي الأهلي أفشى عملية عشان ييجي النادي الأهلي وكل النمازج النكحة اللي انتوا شايفينها اللي بتحقق هذه الانتصارات ما حققتهش من فراغ بالحب والانتماء والتقدير لهذه القيمة فاكرين الكابتن الخطيب لما سألوه على الناس اللي مشت بالطريقة دي قال لهم إيه لهم أنا زعلان عليهم مش زعلان منهم اللي يخرج من الأهلي بهذه الطريقة هو اللي يتزعل عليه بجد لأنه هيشوف أيام صعبة ربنا يوفق الجميع بس في النهاية لما تبقى موجود في نعمة وتتعامل معها بهذا الشكل لا استحمل أي حاجة ربنا يوفق الجميع بس كمان نمزجنا المضيئة المحترمة المعتبرة لازم أن تحيا وتقدر زي ما قلت لكم على تريزي جي ترجمة نانسي قنقر